اليوم مبارك للشعب الكويتي عامة ونشكر الله سبحانه وتعالى والشكر كذلك لسيدي حضرة صاحب السمو ولي أهده الأمين والشكر كذلك للشعب الكويتي اللي ساندنا خلال حملتنا في هذا الملف والشكر كذلك للأخوة النواب اللي أدّم كل المطلوب عليهم والشكر كذلك للأخوة النواب اللي يمثلونا في الحوار الوطني فألف ألف شكراً لهم ومبروك على الشعب الكويتي عامة ومبروك لإخواننا المهجرين وبإذن الله أن نفرح في عودتهم قريبة بإذن الله عندما نمارس الديمغراطية بالشكل الصحيح سوف يكون هناك قضايا شعبية وكل قضية هم الشعب الكويتي سوف تكون من أولوياتنا بإذن الله أعتقد اليوم بعد صدور المرسوم ما فيه أي شيء مذكور في التحصين ولا هناك أي نائب يملك أن يحصن سواء رئيس الوزراء أو أحد الوزراء اليوم كل نائب يملك حقه في المسائلة أي كلام تحصين منين جبنا التحصين فما فيه تحصين ولا فيه ضرائب وحتى لو يكون فيه قوانين نقول إنها ما هي من صالح الشعب سوف تطرح في البرلمان ومواقفنا سوف تكون في العلن أمام الشعب الكويتي عامة فما كان فيه أي مساومات والكلام هذا كله مصحيح الحمد لله اليوم نفس ما قلت في الأول الشكر للأمير وما فيه أحد كان يراهن على كرم سيدي حضرة صاحب السمو أي شيء مربوط بإيد سيدي حضرة صاحب السمو ما حد يقدر يراهن فيه فما أعتقد أنه فيه وجهك إن شاء الله فما أعتقد أنه فيه أحد راهن على أن العفو ما يتم الكلام مصحيح اليوم طلع المرسوم ما فيه تحصين ولما صدر البيان من الديوان الأميري الأول بالعفو ما فيه أحد ذكر إنه ما فيه عفو فما أعتقد أنه نواف الخير ما يجي إلا منه إلا كل خير إن شاء الله مربوطة علاقة المجلس والحكومة في القضايا الشعبية خلونا نمارس ديمقراطيتنا بشكل صحيح لا تحصين ما عندنا أحد دون الخطوط وبإذن الله علاقتنا سوف تتحدد على القضايا الشعبية شكرا